أعطينا مع غيرهم الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسهدان الله وفي حمده قطرة ورصيلة ونشفق أن لا خلاف الله وحده لا جريك لك ولا نحمه إلا إلاك ونشفق أن سيدنا وعلينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا وخدوتها وربطة عمينا محمد عبدالطان ورسوله ورحمة المهدى الله صل وسلم وفارك على سيدنا وأنهينا محمد وعلى أزواله ممهات الممهين وعلى خالده وصدفه نسمعين وعلى من تبعه وتبعه من الإسلام من الألوانين أوصيكم عباد الله ونفسه تقوى الله جدًا لله وطرعته وذكره قال سبحانه وتعالى إن المتقين في أنات وعون ادخلوها بسباب آمين أيها الناس في صباح آل يوم السعيدة الذي يفير بالمحبة ويدنوك بالمودة مهدلكم لجيز جفركم الميمون الذي يفرأ فيه المبيون إذ وفرهم الله تعالى بطاعته وامتدن عليهم بوافر نعمه قال تعالى وإن تركوا نعمة الله وإن الله لا ترسوها وأي نعمة أعظم من تعالف القلوب والتواصل بين النهج والغذبة والكيرام والمصدقاء كباراً وصناراً إساءاً ومجاجاً في مجتبع مستقر المنمئين ينحى مبنائه بهياة المجيدة وهم في توادهم وتراكمهم وتعارفهم كمثل الكسد الواكد يشب بعضهم معضاً كبيرهم يعتق على صديرهم وصديرهم يمضل كبيرهم غنيهم يجود بالعضاء وقويهم معين وعثاء يسمعون المعروف لكل محتاجة ويغفرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ويحبون الخير لكل الناس وقد قيّن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان لا يبدو حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير فإن الإيمان لله تعالى وعلم المؤمن أن يُقدّم الخير للناس جميعاً لأن الله يسويلاً هو الذي خلق الكشر من نفس واحدة وجاءهم إخوة في الإنسانية قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا وَرُبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ مُمَّاحِيَا وأكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأخوة قطال يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ أَبَكُمْ مَاحِنْ وَإِنَّ أَبَكُمْ مَاحِنْ وأدَقَ صلى الله عليه وآله وسلم أَلَا إِنَّ أَلَا إِنَّاسُ لِتَسْقُوا حَيَاتُهُمْ وَيَنْأَعُنُوا لِوَرْدَتِهِمْ وَيَسْعَدُوا بِهُفُوتِهِمْ فَطَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَالْمُبَرَكَةِ الناس فلن آدم وآدم من مرادة فإنسان هو الإنسان وإن ذلك الأعراض أو لقلام أو للأجناش أو للأيوان وقد جاء ربنا تبارك الله تعالى الاختلاف بين الناس آية الضرطانية وسنة الكونية قال سبحانه وتعالى ومن آياته خبر السماوات والأرض واقتلاف أنسانكم وأدوانكم إن في ذلك آيات للعالمين وبهذا التنوقع والتعقلية يحسو التعارف والتواصل والتعايش مع الآخرين اللهم عز وجل يا أيها الناس إن شاء حضرناكم من مجرٍ وأوززاً وجعلناكم شروباً وقداراً إلى الدارة إِنَّ أَكْرَكُمْ عِنَّ الْصَاحِ أَبْطَارُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ وَخَيْرُ وهذه السمود الإنسانية تنمع البشرية ونزيد الكراهية التي يزاوى الشيطان بيتهم قال الله تعالى إنما ينيد الشيطان أن يُغْبِعَ وإنهم العباوة والبنطار نعم إن البنطار والكراهية من عمل الشيطان الرجيم أما الرسالات السماوية فقد أنزلها الله عز وجل رحمةًا للناس تنشؤ المحبة والسلام وتنبذ التطرف والعنف وتدرُو إلى تحقيق العدل وأذاء الحكوك إلى أصحابها وتأمو بكما يتب عفاء والمسنين والإحسان إلى الفقراء والمتاجين والأرامل والمساكين قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتام والقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعطكم لعلهم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الأعمل أيها المصدرون قد أجمع التعاليم الأنبياء والمسلين على تحقيق القنفة وتركي الفرقة وأكد على ذلك القرآن الكريم العظيم في قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولقد أحب الناس دين الله عز وجل لما وجدوا فيه منطمأنينة لنفوسهم وغذاب لأرواحهم وإيقاظ لرؤولهم واحترام لمكائب كرامتهم وإعطائهم الذي حق الحق ولما يحث عليه المكان من أخلاق والوفاء بالعادل فما أسأل الأشرية عندما تعمل على رغانة حضارة تسع الإنسان وتضغي له حياة مريمة يسود فيها السلام والاستقرام ويعنّ الرخاء والازدهار وتعبو قيم التسامح والتعايش والتفاهم والتقارب فينعم الناس جميعا بالإنام والمحبة والسعادة والمعدة نسأل الله تعالى أن يُديم علينا المسرات والرحمات ويُسبغ علينا الخيرات والمركات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكبير الكريم الجليل الحكيم لي ولكم ولساء المسلمين فاستغفروا إنه هو الأخور الرجيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا شريك له وأشهد أن سيدنا وانينا ورسولنا محمدًا عبد الله ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخبر لابنّى الله أكبر وَسَلِّمُوا وَفَرِّقُوا يَا مَنْ تَسْتَبِعُونَ قَوْلٍ فَتَتَّبِعُونَ عِسَنَهَا عَلَى مُدَلْتُمُ بِالصَّلَاةَ وَالسَّلَاةَ وَالْمُبَارَكَةِ عَلَيْهُمْ فَالَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَطَرَّ مَا لَقُمْ بِمَرٍ عَوِيْهُمْ بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكتسه وأليها منهم أيها الكملون الصالحون الصالحون من جنه وإنسه فقال جل من قائل قولا عظيما كريما إن الله وملائكته سنون على النبي يا أيها الذين آمنوا سنوا عليه وسلموا تسليما فقال صلى الله عليه وآله وسلم فصلى أجل صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشهر وحطى عنه بها عشر سعبئات صلوا على المعوث فينا رحمة تؤتد لكم عشر لدى الرحمان صلى عليه الله يا خير الوراء وضجة الآفاء من آباني فالله مصر على محمد وعلى أزواجه وذبيته ومصر على آل إرهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذبيته واركت على آل إرهيم أن أحمد المجيد وارض اللهم عن الخلفاء الضاشدين أبي بكر وهمر ورثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأطمين اللهم اجعل عدالنا هذا سعاله وتلاكماً وأسرنا وتراكماً وزدنا فيه المعنينةً وعرفةً وهداناً ومحبةً وأعده علينا بالخيرات والرحمات والأمن والمسفرات والمركات اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ومعينه الشيخ محمد بن راشد لما يحبه وتضرعه وأدم علينا منفور الصحة والسلامة والعافية وأيد إخوانه ونحن كامل الإمارات وأولياء عبودهم أجنعين اللهم اهل الشيخ الزايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم وشيوك الإمارات الذين انتقلوا إلى مزيد رحمتك وردوانك وأدخلهم لفضل تسيح جناتك وارحم اللهم واخر لجني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والهموات إن يا مولانا سميع طريق مجيب الدعوات الله أحمد على دولة الإمارات الأمن والآن والإستقرار والرقاء والإزنها الله أحمد شهداء الوطن ووفق قوات التحالف واجزي خير الجزاء أم هادي الشهداء وآباؤهم وزوجاتهم وأهلهم وقناتنا في بني حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأرواب يا عزيز يا بخار عاد الله تعالى هذا العيد عليكم بالخيرات والرحمات واليوم والبركات والمسرات وكل عنه وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة